السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدني نلاقي تعالى حنشرح بعض المعلومات في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. في البداية اول معلومة ان كنت كيف تخلي الباوربوينت يحفظ بروحها كل دقيقة يعني مثلا. خاصة الناس اليوم يشتغلوا على الزيزة مكتبية ومنات الكهرباء تنقطع وغيرها. فاول نقطة ان كنت تاخد احتياطك في الموضوع هذا. هتجول قائمة ملف. هتجيل الخيارات. بعد من هتجول الحفظ. في الحفظ هنا هتجل حفظ معلومات الاسترداد تلقائي كل عشر دقائق. يعني كل عشر دقائق هياخد معلومات الاسترداد هو الباوربوينت. فنحن نقصوها لعند دقيقة يعني كل دقيقة هيحفظ بروحها. عشان لما ينقطع الكهرباء وغيرها ترجع المعلومات او تضيع منك المعلومات اللي انت كتبتن في اخر دقيقة فقط يعني حتى لو ضاعتين. هذا بالنسبة للمعلومة الاولى. المعلومة التانية في بعض الحيان انت تستعمل خطوط متبتة على جهازك. وانت بترسل مثلا البرزنتيشن او العرض التقديمي بتاعك لشخص اخر عن طريق الانترنت او بتبعتها في فلاش ميموريا وغيرها. ففي بعض الاحيان الخطوط هذه مش هتطلع واضحة عندها في الجهازة بحكم ان الجهازة مفيش الخطوط اللي انت مستعملن في جهازك. فكيف انضمنوا الخطوط في العرض التقديمي. حنجول قائمة ملف وحنجول الخيارات. بعد منها حنجول خيارات الحفظ هنا. والنزد الاسفل تلقوا حاجة اسمها تضمين الخطوط في الملف تعلموا عليها. طبعا هنا في خيارين تحت منها لو تضمين الاحرف المستخدمة في العرض التقديمي فقط الافضل لتقليل حجم الملف. لو الشخص اللي انت بعتله بيعدل ايضا في الملف بتاعك كده بيصير لتعديلات في العرض التقديمي بتاعك فالافضل انك انت تختار الخيار التاني. لكن لو انها عرض بس يعني اللي هو فتختار الخيار الاول فقط وتضغط عليه زر موافق. النقطة التانية لواني مثلا عندي تعداد نقطي او رقمي كما هو امامكم على شاشة توا من واحد لعن تسعة واني غلطت مثلا المراجع جاية رقم اربعة هي مفروض جاية رقم تسعة لوتا فش ندير اني بدل ما نقود ندير في قص ولسق وغيرها وعادة كتابة من جديد عبارة عن نحدد العنصر اني بي نزله ورقيه ونضغط على المفاتيح شفت والألت والسهم السفلي توا حينزل بي مباشرة لوتا او نقدر نرقى بي فوق بيش طريقة هذي يعني بفيش داعي لين عاود الترقيم من جديد او نمحى ونكتب بالقص واللسق وغيرها نبي نخلي مراجعة غروادة اوكي خلاص بالشفت والأرض كيف ما قلنا والسهم العلوي والسفلي ترقل كلمة اللي انت بحددها الى الاسفل او الى الاعلى النقطة الثالثة هنتكلم الرابعة يعني هنتكلم عليها اللي هي مثلا لوانية عندي عرض فيه مثلا شارتز مخططات حصائية وغيرها ونبي لما يطلع العرض هنجيه حركات هنا ما نبيش يطلع كامل مرة واحدة نبيه مثلا حسب الفئة بالفئة يطلع او بالسلسلة وغيرها فنجيه هنا مثلا للحركات فوق نحدد الشكل الاول بعد من هنا مثلا نقول على ثلاثة دوران او اشرة عشوائية هكي تو بنفذ على العرض بالكامل يعني ولكن هنا نجيه هنا الخيارات تأثير ونقول لحسب عنصر الفئة فشي صير لما يطلع العرض التقديمي نقدر ننتحكم ان عملية العرض للحركات حسب العنصر في الفئة كل واحد يطلع بروحها ونقدر نقول له مثلا خيارات التأثير حسب السلسلة فشي صير سلسلة كل سلسلة تطلع بروحها بالشكل هذي ما يطلعش المخطط الاحصائي بالكامل في مرة واحدة النقطة الخامسة اللي هي مثلا لو عندي صورة زيتوها والصورة هذي نبي نحول الخلفية منها الخلفية للخضرة دي او الزيتية اللي جاية خلفها نبي نحولها نبي نخلي صورة الكتب فقط فش ندير نجيه دبا تلك عليها ضغطين عليها هنا يطلع لي الشريط اللي هو تنسيق الصورة فوق اول خيار اللي هو ازالة الخلفية نضغط عليه ونحدد على جيس الشكل اللي نبيه فقط يعني اللي بيه يقعد والباقي معاش نبيه فزيتوها حن الاربع نقاط هذينا الشكل اللي يطلعلي نقدر نزيد وننقص وبعد ما هننقر نقره بالخارج فعدت الخلفية وقعد صورة الكتب فقط نقدر نتحكم فيها نحركها في اي مكان نبيه الهونية مثلا عندي فيديو خلال العرض التقديمي بتاعي من قايمة دراج هنختار فيديو منقول له من هذا الكمبيوتر ونختار الفيديو بتاعي ونديله دراج الفيديو هده احيانا حجمه كبير وشوية خاصا لما نبعتها لشخص اخر او غيره يفترض ان هنين دي لها عملية تحسين للحجم بتاعه عشان تنخفض الدقة وينخفض حجم العرض التقديمي كملف يعني فنجي قايمة ملف بعد منها نجي الحاجة اسمها معلومات وهنا تلقو خيار اللي هو الضغط الوسائط هنرط عليه فهنا نختار عالي جودة غالكس يتم مقارنة الجودة مع الوسائط يتم دفقها عبر الانترنت مثلا نبيه قياسي ستخدم هذه المساعات المحدودة او فائق الجودة مثلا نختار الخيار هده الثالث وهيتم عملية ضغطه توه هو الملف قال يراو انت عندك وسائط بحجم 55 ميجا كما تشوفها امامكم على الشاشة ستم عملية الضغط وحيوفر يعني حوالي 54.6 توه وحنشوفه حجمه لما تم عملية الضغط توه لاحظنا انه تمت عملية الضغط كان حجم الملف 54 الوسائط اللي هو الفيديو 54.6 ميجا اصبح 6.2 ميجا فقط هذا بنسبة لي ضغط الفيديوهات والحاجات اللي انت بستعملن داخل العرض التقديمي بتاعك نتمنى ان المعلومة وصلتكم صدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته